بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم اخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم انا اقولكم حدث صالح مشت في الفيديو السابع والثلاثون والخاص بمنهج احتراف التبديل في شبكات سيسكو السيسي ام بي سويتشنج 315 شاهد تعلم واستمتع السؤال رقم 216 كيف تحسن الفي تي بي برونينج الباندويث الشبكة الجواب هو الخيار ب عن طريق خفض فيضانات حركة البيانات الغير ضرورية لحركة البيانات للفيلانز الغير نشطة الخيار ب هو الخيار الصحيح السؤال 217 في العنوان المادية والفيزيائي اللي هو 4-0-C-07-A-C-0-A ما الذي يمثله هذا العنوان؟ الجواب هو يمثل الـ HSRP والناون فير جول ماك أدرس السؤال 218 أي من التالي هو ينبغي إعداد المنفذ الموثوق به للـ الـ الـ الجواب هو الخيار C المنفذ الذي متصل مع سويتش آخر السؤال 219 أي من التالي طريقتين ينبغي أن تستخدمها لتأمين جلسة الـ كومنت لاين انترفيس للدخول على السويتش الجواب هو أن يتم عمل إلغاء لكل الـ بحيث أن احنا من خلال نحدد الأجهزة المسموح لها بعمل جلسات كومنت لاين انترفيس على الجهاز وعندي هنا يفسرها لي الخيار دي أيضا اللي هو تطبيق الـ على السؤال 220 ما هو العدد الأقصى للسويتشات التي من الممكن عمل تاكت باستخدام السيسكو ستاك وايس الجواب 9 سويتشات الخيار دي السؤال 221 مهندس الشبكة أراد أن يضيف سويتش جديد للسويتش ستاك الموجود فما هو من التالي إعدادات يجب أن يتم إضافتها للسويتش الجديد قبل أن نستطيع إضافته للسويتش ستاك الجواب لا نحتاج إلى إضافة إعدادات لأنها فعليا بتعمل تلقائيا الاستاك وايس أي سويتش رح نضيفه أو رح نقوم بإزالته ما رح نحتاج أن نقوم بعمل إعدادات الاستاك وايس رح تعمل تلقائيا مع الوضع الجديد السؤال 222 في أي جزء للسويتش يتم تطبيق الفيلان أكسس لست الجواب يتم تطبيقها على الجزء تي كام السؤال 223 في بيئة السويتش ستاك فما هي إجمال حركة البيانات الثنائية لاتجاه فيما بين السويتشات كعدد للربط الافتراضي للمسار الدائري الجواب هي 32 جيجا بايت يعني سرعة نقل البيانات فيما بين السويتشات اللي رح يتم ربطها بتقنية الستاك وايس هي 32 جيجا بايت هو يقول هنا اتجاه الكابلين تعمل لكن لو حصل قطع في إحدى الكابل عندها رح تنخفض السرعة 50% طبعا هذا الكلام مع تقنية الستاك وايس عندي الستاك وايس بلس هي ضاعفت السرعة من 32 إلى الضعف فأصبحت 64 جيجا بايت السؤال السؤال 224 المهندس الشبكة قام بإعداد البورد سيكيوريتي وال802.1X على نفس الانترفيس فما هو من التالي خيار يصف ما الذي يسمح به هذا الإعداد الجواب هو الخيار ايه هو يسمح للبورد سيكيوريتي بتأمين الماك آدرس اللي تم التحقق منه من خلال بروتوكول 802.1X الخيار ايه هو الخيار الصحيح السؤال 225 ايه من التالي من البرايفت فيلانز هو الاكثر سرامة طبعا هو النوع الـ isolated فيلان بحيث انه من خلال الـ isolated فيلان انا رح انشئ فيلان واحدة من النوع isolated فكل منفذ رح اضمه في داخل فيلان الـ isolated فيلان كل منفذ رح يكون مستقل على المنفذ الآخر وما رح يقدر يتصل بكل منفذ ما رح يقدر يتصل بالمنافذ الأخرى رغم انه وجوده في نفس الفيلان الا انه هي isolated فيلان هي سميت بفيلان منعزلة بسبب هذه النقطة انه كل منفذ وكل جهاز رح يتصل بهذا المنفذ رح يكون معزول وما رح يقدر يتصل بالمنافذ الموجودة معه في نفس الفيلان فبالتالي تعتبر الـ isolated فيلان هي الاكثر سرامة من انواع الـ private فيلانز السؤال 226 ما هو تلقائيا الكمية التي يتم فيها تقليل او زيادة الـ priority للـ stand by عندما يكون المنفذ يصبح down او عادة الى العمل الجواب اللي هو القيمة التلقائية هي عشرة الخيار C السؤال 227 ما هو العدد الاقصى للعناوين الفيزيائية والتي يسمح بها في داخل الـ الجي البي بي جروب الجواب هو 4 يعني فقط 4 راوترات او 4 سويتشات متعددة الطبقات رح تعمل ضمن جروب الجي البي بي السؤال 228 اي من التالي خيار هي فائدة استخدام الفي اس اس الجواب هو الخيار D هو يلغي الحاجة الى الـ first hub redundancy protocol لماذا لانه هو بيوحد السويتشين مع بعض السؤال 229 امر الفي لان مية هو التوتم ادخاله فما هو الامر التالي الذي نحتاجه لإعداد الفي لان مية كسكنتري ايزوليتد في لان الجواب هو من خلال الامر برايفت في لان ايزوليتد الخيار ايه السؤال 230 ما هي القيمة التلقائية لـ error disable recovery كفاصل الزمني في سويتش سيسكو الجواب هي 300 ثانية اي ما يعادل الخمس دقائق يعني المنفذ اذا تحول الى حالة error disable وفعلنا خاصية error disable recovery فعندها بعد خمس دقائق رح يتم اعادة المنفذ الى حالة الـ up العمل طبعا اذا ما زالت المشكلة موجودة لأدت الى حالة error disable عندها سوف يعود المنفذ الى حالة error disable مجددا وبعد 300 ثانية خمس دقائق يقوم السويتش بجعل وتحويل المنفذ من حالة error disable الى حالة الـ up السؤال 231 ايا من الاوامر التالية التي من الممكن استخدامها لمنع حجوم السويتش الغير مصرح به على منفذ المستخدم النهاي الجواب هو من خلال الامر switchboard mode access ما هو هجوم الانتحال السويتش او switch spoofing على المستخدم النهاي انا عندي السويتش منتصل بمجموعة من المستخدمين للشبكة المفروض طبعا تلقائيا المنافذ السويتش رح تتحول الى access لكن لاحظ معايا انها تحولت تلقائيا لو قام الان اي مستخدم بتركيب سويتش غير مصرح به مكان جهازه فعندها طبعا ربط جهازه بهذا السويتش عندها المنفذ رح يتحول من حالة الـ access الى حالة الترانك بشكل تلقائي عشان احنا نمنع ذلك لابد احنا ندخل على المنفذ ونقوم باعداده كاكسس بشكل يدوي بالامر المباشر وذلك من خلال الامر switchboard mode access السؤال 232 السويتش تم اعداده بالامر في lan.one tag native فما هو من التالي العبارة التي تصف ما الذي يقوم به السويتش مع الفريمز الـ intact التي يتم استقبالها الجواب راح يتم حث الـ intact frames السؤال 233 ما هو الشرط الذي يتطابق اثناء اعدادات الـ ether channel الجواب عندي الخيار D اللي هو الترانك مود وعندي الخيار E اللي هو الترانك اللاو في لا السؤال 234 في الـ switch stack أين يتم تخزين قوالب الـ SDM الجواب في الماستر switch السؤال 235 الفيلان في أي من ما يلي هي طبعا في الـ broadcast domain لأن الفيلان واحدة من وظيفتها الأساسية هي تقسيم مجال البث الكبير إلى مجموعة من مجالات البث الأصغر وكل مجال البث راح يكون من عزل عن مجال البث الآخر السؤال 236 ما هو إجراء الـ port security عند الاختراق أو الـ violation الجواب هو الإجراء التلقائي هو الـ shutdown الإغلاق وذلك عن طريق تحويل المنفذ إلى حالة الـ error disabled السؤال 237 ما هو الأمر لإعداد الـ root guard طبعا الجواب هو الخيار B أدخل على الـ interface وأكتب الأمر spanning tree guard السؤال 238 مهندس الشبكة يريد استخدام اليودلد فما الذي يحتاج بالأخذ بالاعتبار الجواب هو الخيار D اليودلد اللي هو يعمل ضمن المود اغريكيسيف لي رح يقوم بعمل disabled للمنفذ في حال حصول فشل ثمن مرات طبعا هو بيرسل يودلد فريم على زوج والمفروض يذهب للطرف الآخر وتعود من الزوج الآخر من أزواج الكياب الألياف الضوية إذا فشلت ثمن مرات عندها يتم عمل disabled للمنفذ السؤال 239 ما الذي يحدث إذا كان منفذ في التشانل جروب تم إعداده كسبان تيستينيشن الجواب هو لن يعمل الخيار B السؤال 240 ما هي توصية سيسكو لأفضل ممارسة للر اسبان الجواب هو الخيار A اللي هو ينبغي عليك إعداد الريموت في لان فرست أو في البداية يجب أن تقوم بإعداد الريموت في لان قبل أن تقوم بتحديد من هو ومن هو السورس السؤال 241 ما الذي يحتاج إليه لأجل الفي اس اس الجواب هو الفيرجوال سويتش لينك اللي هو الف اس ال اللي هو الرابط اللي راح يربط ما بين السويتشين اللي راح نطبق عليهم تقنيات الفي اس اس اللي هي الفيرجوال يا اس 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 سويتش السؤال 242 أيا من التالي يعري ماتستر سويتش في الستاك وايس الجواب اللي هو السويتش اللي راح يملك بريوري تي أعلى هو اللي راح يصبح ماتستر في داخل تقنيات أو ربط الستاك وايس الزائل 243 السويتشات تقدم اتصال الفيلان على أي طبقة من نموذج الأوسي آي الجواب على مستوى الطبقة الثانية الخيار B السؤال 244 أي من التالي نحتاج إليه لتمرير البيانات فيما بين جهازين كمبيوتر وكل جهاز متصل بفيلان مختلفة الجواب رح نحتاج إلى جهاز يعمل على مستوى الطبقة الثالثة مثل اللاير 3 سويتش وممكن يكون أيضا الراوتر السؤال 245 المهندس قام بإعداد الاثر تشانل فيما بين سويتشين باستخدام بروتوكول الباجب إذا كان الاثر تشانل مود على السويتش واحد تم إعداده على الأوتو فما هو المود على السويتش اثنين لكي يجب إعداده لإنشاء تشغيل الاثر تشانل الجواب لابد أن يتم إعداده على التزيرابل لو تم إعداد الجهتين أو الطرفين على الأوتو فلن يعني كل الطرفين لن تتشكل فيما بينهما الاثر تشانل السؤال 246 ما هو أمر الـ iOS سويتش الذي يستخدم لضم منفذ لفيلان الجواب هو الأمر سويتش بورت أكسس فيلان بعد كذا أحدد رقم الفيلان الخيار B السؤال 247 ما هي طريقة ملكية خاصة بسيسكو لعملية التغليف للترنك الجواب هو الخيار C اللي هو بروتوكول الـ ISL اللي هو اختصار لـ Enter Switch Link السؤال 248 كم عدد الفيلانس المختلفة التي تستطيع 802.1 QT rank أن تدعمها الجواب هو 4096 فيلان اللي هي جميع الفيلان النورمال والـ Extended السؤال 249 مهندس قام بإعداد الـ Ether Channel فيما بين سويتشين ولاحظ رسالة الخطأ اللي هي احنا شايفينها Error Message Channel Miss Configuration Error بناء على هذه الرسالة فما هي المشكلة؟ الجواب هو الخيار C اللي هو أن الـ Ether Channel Protocol على السويتش واحد ليس صحيح الصحيح السؤال 250 عندما يتم استخدام Ether Channel Miss Configuration فما هي التقنية التي يتم استخدامها لمنح هذا النوع من Miss Configuration من أن تؤثر على الشبكة؟ طبعاً راح يساعد على بروتوكول الـ Sparing Tree Protocol الخيار C السؤال 251 أي من التالي ليس من الـ FTP Mode في سويتش الكاتاليست الجواب هو الخيار طبعاً السيرفر موجود الـ Client موجود الـ Transparent موجود الخيار C هو النوع Designated هو اللي غير موجود الخيار C هو الخيار الصحيح السؤال 252 ما هو من التالي الـ FTP Mode والذي لا يسمح بإعداد الفلان يدوياً وبتغييرها طبعاً الـ Client الخيار B السؤال 253 الـ Interface Giga 0.1 داخل في حالة Error Disable إذن كيف تستطيع إيجاد السبب لكي السبب الذي تسبب في جعل هذا المنفذ في حالة Error Disable الجواب هو الخيار دي اللي هو Show Log أنا استطيع من خلال الرسائل Logging اللي بينشئها السويتش أثناء الأحداث التي تحدث في داخل السويتش على أن أنا أعرف ما هي أو ما هو الحدث التابع لهذا الـ Interface والذي تسبب في دخوله في حالة Error Disable السوال 254 أختر كل المؤشرات التي تقرر ما إذا سوف يتم قبول معلومات الفي تي بي الجديدة عندي الفي تي بي دومين نيم الخيار بي وعندي أيضا الخيار سي وهي الـ Configuration Refuge الـ B والـ C السؤال 255 ما هي أنواع قوالب الـ SDM تستطيع أن تستخدمها في داخل السويتش طبعا اختر أربعة عندي الـ A اللي هي الـ Access وعندي الـ B اللي هي الـ Default وعندي الـ C اللي هي الـ Routing وعندي الـ D اللي هي الـ Finance الخيارات الصحيحة الأربعة هي الـ A والـ B والـ C والـ D السؤال 256 كم عدد مجالات إدارة الفي تي بي التي تستطيع سويتش ات الكاترس أن تتشارك فيه الجواب هو واحد يعني أن نستطيع فقط إنشاء مجال في تي بي واحد فقط لكي أضم في السويتش اللي عدي في داخل الشبكة طبعا السويتش الواحد لا يستطيع أن ينضم إلى أكثر من في تي بي دومين في نفس الوقت السؤال 257 ما هي القيمة التلقائية للـ Spanning Tree Port Priority الجواب هي 128 إذن كل منفذ من منافذ السويتش القيمة التلقائية للـ Spanning Tree هي 100 كPariوريتي هي 128 السؤال 258 منافذ تم ضمها إلى الفيلان ومن ثم الفيلان تم حذفها فما هو من التالي حالة هذه المنافذ بعد أن تم حذف هذه الفيلان الجواب الخيار بي اللي هي أن هذه المنافذ رح تصبح Down حتى يتم ضمها إلى فيلان السؤال 259 ما هو أمر الـ IOS لإعداد الكاتلس سويتش للـ الجواب هو الأمر الخيار C السؤال 260 مهندس الشبكة قام بإعداد الـ Ethernet سويتش باستخدام هذا الأمر اللي هو على مستوى الـ Configuration هو الخيار A إذا 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 تفعل الـ الـ باستقبال BBDU عندها يعني المنفذ اللي هو المنفوض يكون Access إذا استقبل BBDU عندها المنفذ رح يمر بحالات اللي هي ومن ثم الخيار A هو الخيار الصحيح السؤال 261 ما هو من التالي عبارتين صحيحة متعلقة بمنافذ الـ Span Source و Destination أثناء جلسة الـ Span النشطة الجواب أو الخيار الأول الصحيح السورس بورد كان من الممكن أن يتم مراقبته من خلال أكثر من جلسة وعندي أيضا الخيار دي اللي هو Destination بورد هو فعليا غير مشارك في الـ Spanning Tree Protocol السؤال 262 ما هو من التالي خاصية حدد الصلاحية اعتمادا على ربط عنوان الـ بيعنوان الماك والتي تم تخزينها في قاعدة بيانات الموثوق بها الجواب هو الخيار A السؤال 263 ما هو الأمر لإعداد الـ روت غارد الجواب هو الخيار B اللي هو على مستوى الـ السؤال 264 الـ Ether Channel Guard و آآ إذ هي الـ Ether Channel Guard Miss Configure تم إعداده على السويتش فما هو من التالي التقنية التي تدعم ذلك الجواب هو الـ Spanning Tree Protocol الخيار C السؤال 265 يوجد لدينا الـ Ether Channel على منفذ لكي يستخدم ك-Span Destination فما هي النتيجة الجواب الخيار B الـ Ether Channel will discard the board used أي أن الـ Ether Channel راح تتجاهل المنفذ اللي بيتم استخدامه ومع لذلك أن الـ Ether Channel راح تقوم بإخراج هذا المنفذ من مجموعة أو Ether Channel Group السؤال 266 الـ Ether Channel Modes المتوافقة اختر خيارين عندي الخيار الأول اللي هو C اللي هو Deserable وطبعا هي تابعة البروتوكول الباجب وعندي الخيار D اللي هي الـ Active وباسف اللي هي تابعة لبروتوكول اللازب إذن عندي الـ C والـ D السؤال 267 ما الذي ينبغي أن يتطابق أثناء إعداد الـ Ether Channel الجواب عندي الخيار Modes الخيار D والخيار E اللي هي اللاود في Lans On The Trunk السؤال هذا مكرر السؤال 268 ما هو أمر الـ Ether Channel Miss Configuration الجواب هو من خلال الدخول على الـ Configuration Mode وكتابة الأمر Spanning 3 Ether Channel Guard Miss Config طبعا الخيار B خطأ مش الدخول على الـ Interface وإنما على مستوى Configuration A السؤال 270 إذا كان الـ Ether Channel Guard مفعل فما هي حالة المنفذ أو ما يشبه إذا حدثت المس Configure الجواب رح يكون في حالة الـ Error Disabled الخيار A السؤال 271 يوجد سويتشين وجهازين PC ويوجد Trunk مع الفيلان واحد والفيلان الخمسة مسموح بها السؤال إذا قمت بكتابة الأمر Switch Port Trunk Allowed فيلان 2 3 4 على السويتش 2 فما الذي سوف يحدث لمنافذ الإرسال الخاص بجهزة الكمبيوتر الموجودة في Mode Access في LAN 5 الجواب هو الخيار A الاتصال فيما بين أجهزة الكمبيوتر سيحصل انقطاع وفقدان بسبب أنك قمت بإزالة الفيلان واحد والفيلان خمسة من المنفذ Trunk من خلال هذا الأمر الذي كتبنا وهو Switch Port Trunk Allowed فيلان 2 3 4 وبالتالي ينبغي عليك استخدام الأمر Switch Port Trunk Allowed فيلان لكي يتم إضافة الفيلان الأخرى إلى داخل المنفذ الترنك السؤال 272 ما هو الخيار الخاص بال TBI لل 802.1Q Tag طبعا TBI هي اختصار لTag Protocol Authentifier الجواب هو الخيار D 8100 0x دلالة على أنه هو رقم hexadecimal في داخل Ethernet Frame يتم ترميز ب8100 السؤال 273 العنوان الفيزيائي يفلتر ماذا الجواب Unicast الخيار C السؤال 274 ما الذي سوف يتم إذا تم كتابة الأمر Spanning 3 Board Fast Trunk الجواب الترنك بورد من الممكن أن يصبح في بورد Fast Mode طبعا هذا في حالة أنه والله كان المنفذ للترنك متصل مثلا مع سيرفر سيرفر يتعامل مع أكثر من فلان أو كان متصل مع راوتر أما إذا كان متصل مع سويتش أخرى فعند Spanning Tree بروتوكول رح يلغي البورد Fast على المنفذ بمجرد أنه يستلم ببيديو لماذا؟ لأن لو البورد Fast موجودة رح تؤدي إلى حدوث لوب على مستوى الطبقة الثانية فيما بين السويتش 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 275 معلومات الفيلان لا يتم تخزين إعداداتها في Running Configuration أو Startup Configuration ولكن يتم تخزينها في ملف باسم فراغ الجواب هو الخيار دي اللي هو فيلان dot tat هذا الملف موجود في داخل ذاكرة الفلاش السؤال 276 إعداد اللوب Guard نشوف مع بعض الإعدادات عندي على مستوى ندخل على مستوى الانترفيس ونكتب الأمر Spanning Tree Guard Loop طبعا وبذلك نفعل طبعا غالبا نستخدم هذا الأمر مع المنافذ المتصلة مع كياب الفايبر السؤال 277 منافذ الديناميك أكسس هم أعضاء في أي فيلان تلقائيا الجواب عندي اللي هو الفيلان واحد هو اللي هو default فيلان السؤال 278 ما هو السلوك لمنفذ الأكسس عندما يستقبل تاكت باكت بالفيلان ID التابع للأكسس بورد الجواب هو الخيار دي التاك رح يتم إزالتها والباكت رح يتم إرسالها على الفيلان التابع لها الأكسس بورد السؤال 279 ما هو امتداد لله اله الذي يسمح بعملية توزيع الجهد فيما بين مجموعتين أو أكثر الجواب هو الخيار اللي هو الـ الـ كترانك اللي هو طبعا شو فيلان هل هذا صحيح أم لا لا طبعا خطأ لما أكتب شو فيلان رح يوريني المنافذ وتوزيع على الفيلانس المختلفة لكن عندي منافذ للترانك هي غير تابعة لأي فيلان هي تتعامل مع جميع الفيلانس وبالتالي المنافذ لا تظهر منافذ للترانك لن تظهر من خلال الأمر شو فيلان حتى واحدة من النقاط اللي أنا ممكن أعرف فيها إذا كان المنفذ يعمل كترانك أو لا إننا نكتب شو فيلان إذا لم أجد هذا المنفذ فرح أعرف مباشرة أنه يعمل كترانك إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم أشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته